السلام عليكم اخوتي 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 داخل المغرب و خرج المغرب كنت منكم تكونوا بخير بألف خير بصحة جيدة ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم في خيدات الفرران بالبطاطا والزيتون خاليكم معي في الفيديو ماشي بشيو فين كيف ما كتشوفو هنا اخوتي في الفيديو بطاطا دوائر مصليق شامدت لان السلقة محتى حاجة يعني كيف قطعة درش دوائر غن دفع لها هدى التوابل كيف ما كتشوفو يعني شوية شوية ملحة شوية حميرة شوية البزار شوية خرقوم عرق شوية سكينجبير هنضيف عليهم شوية زيت وغنخلطهم مع بعدياتهم باش غنضيرهم فادك المول اه مهم خليكم معي في الفيديو ماشي بشيو فين اه باش تشوفو باش تشوفو الحاصل النياء ايدي الفخيدات في الفرران بالبطاطا والزيتون وماش بخلوش علي اخوتي بلايك وكمونتير وابوني وفعلوا الجرس بيفسلكم كل جديد وكنشكر كل واحد اللي يعجبون محتوى ديالي كنشكركم بزاف وهذا فضلا وليس املا اخوتي هالشي كيبقى لي وجهي فقط مهم اخوتي كيف مكشوفو حكي جوج فصوص ديال تومة فلنجلوف دياله ما كيتشكش في الحكاكة لا كيتشكش في الحكاكة الا كتشكش في الحكاكة وغانا ندرهم في الليمون وغانا نمشي ونجبوه في خلدة ديال الجاج اللي انا ادرتهم يفوروا شوية في الكوكوت في الكسكس ديال الكوكوت اللي حقا جبتهم من الفريقو يعني ما جاتش نديرهم منيشان في الفران اللي ضروري ندرهم معا شوية توابل ودكشي بشي شوية خليكم معايا اخوتي في الفيديو وما تنسونيش لوجهي الله بابوني وكمونتر ولي لايك وفعلوا الجرس بيفصلكم كل جاديد شكرا انا اخوتيك ما كتشوفو هنا ادهنت كوبية تزيج في الليمون باش غادي ندهن وغادي ندير القطاطة خليكم معايا مسلام عليكم موسيقى 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 المترجم للقناة 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 نخشي في الفران يجب عليكم اخوتي بسيطة يعني ما زدت ما نقص يعني كيف ما كان قول في الفيديوه ديلي كامني البساطة البساطة هي كل شي سافي هنا قدرت الزيت ونضيف شوية الربيع من الفوق الجرم بالبطاطا حيث ما درت شوية الربيع سافي ونخشيهم في الفران وغتشوفوا معي الشكل نهائي من غادي نخرجهم في الفران كنتمنى البنات تجربوهم كرامكي شاهي وصراحة كنتمنىكم تجربوهم ومهم اللي شاف الفيديو ديالي يديلي ابوني ولايك وكومون تاريكم زوين باش نعرف الناس زويني اللي داخلين عندي في القناة ديالي مهم هاتش ينفعلوا الجرس باش يوصلكم بكل جديد باش تجوني كيف ما كتشوفوا وردرت شوي دسيت من الفوق ونصف كاز ديال ما كيف ما كتشوفوا كاز مع مرش ديال ما كل جديد المول سوف نخشيهم في الفران كيفية تظهر المخشيجه في الفران كان ارىكم زيادة سخونة في ماء ايدي الفخيديات ببطاطة وزيتون كيف ما كتشوفو ارا انا ما اضفتش الماء يعني ذاك الماء اللي يكبيت عنايا كافي وبطاطة طيبة وكل شي هناك السليلة فيديو ديال إخوتي كن خليكم فرحة الله وشامقلكم بسلام عليكم وخليس لكم الراحة